اشتركوا في القناة سحر انت دايما بشعرك الحلو مدهب كمان كتير حلو ووجك صافي كمان مثل الدهب مرسي كتير كلود اليوم اكيدة كل السيدات ناطرينك لانده فيه كرام الدهب وهيدا الكرام اكيدة بيعطي تقلق للبشرة والجميع رح نترك الكلمة لقلك تفضل كلود مرسي لقلك واشالله تكون جمع مباركة على الجميع وعلى عائلتك كمان سحر طبعا اليوم نحنا اوشي الله ما اكون جميعا طبعا اليوم نحنا عنا بدنا نحكي عن كل شي يعني كل شي بدوي بشرتنا كل شي بيخلي هالبشرة تكون مرتبة كل شي بيخلي هالبشرة واتن نقوم من النوم او وين ما نروح ما نحس حالنا واذا نطلع على المرأة نحس حالنا بشرتنا مجعلك نفسيتنا تعبيني ما عنا الابتسامي هولي كل ليتون لازم بخلال هالاسبوعين لازم يمحوا من عنا مش هيك نتشري كلود اليوم بيتحكي عن شي اسمه الدهب ليش دايما ما بحكي كتير عن الدهب الدهب دايما انا بقلهم الدهب هو طاقة هو الايجابية هو السعادة هو اللي بيخلي الانسان بطبيعته مرتاح مأمن وانتوا دايما بتعرفوا كل عمرنا وانسان بدي يؤمن على حياته لازم يكون عنده كمية الدهب دول متل ما هي تستند على الدهب طبعا نحنا دايما بشرتنا هي بيتحكي بيتحكي عن الدهب الدهب لنحس حالنا نحنا ببشرة مرتاحة غنية قوية عندها الطاقة وعندها القوية كليتها رح اخد شوي متل ما عم تشوفوا من الدهب رح حطن على ايدي بس هيك قدامكن لقلكن هيدا الدهب كيب بيغير معلم الوجه كليتو او كيب بيشيل بيخلي البشرة تبعنا كيف تتحول هيد البشرة لطاقة ايجابية عم تشوفوا اوكي لايكوا اول شي كيف بتعطي اللامعة كيف بتعطي هال وهج الحلو كيف بتضوي بشرتنا بصير عنا بشرة مضوية كليتها بالوقت زيته منحس حالنا ان احنا ريفراش يعني وجنا صافة رجع من اول وجديد خلقت عنا طبقة جديدة ببشرتنا بيشيل التجعيد بيشيل الشوائب ما بيخلي يعني ما بيخلي بشرتنا تظل ضعيفة لا بالعكس بتخلي بشرتنا تكون قوية منشيل منك كل التجعيد الغليزة والرفيعة معبيه لانه فيه هيرونيك أسد بقلبه يعني بتعبي التجعيد بتعبي كل الفراغات بتضوي الوجه طبعنا وبتكون قوي بمناسبة العيد هو طبعا حقه 70 دولار بس ولكن بمناسبة العيد حتى كل العالم تستفيد منه واصل لعنديك بس خلال هولي الاسبوعين يعني بس لأول سنة بيرجع لسبعين دولار بدي أعمله بسيكون دولار هيدا الأوفر اللي بدي أعملكون هي على العيد لتستفيدوا منه تستفيدوا من الدهب هو كتير غالي حقيقة مشين هيك حتى واتا بدي استورد الباودر الدهب لأحصل عليه لأنه بحصل عليه بيور مش منظف ليقدر يفوت على بشرت دغري ويعطيني هالبوش الإضاءة بسرعة أو هالباور أكتر بيقولوا لأشخاص طيب ليش الدهب تحكي عنه بهدي القوي لأنه نحن دايما دارسين بالطاقة بعلم الطاقة أنه دايما الدهب هو وين من وجدنا وفيه دهب معنا أو على راسنا كان تيج ولكن أي شيء منحطه أكسيسيرز فينا دايما نحن منلفط الأنظار مشين هيك وقتا منحط الدهب على وجهنا إجباري بلنلفط الأنظار لعالم كليتها كنا بمول ولكننا بصبحية ولكننا بأي عشاء أو بغدا أو بأي ميتينج يعني بيكون عنا كذا اجتماع دايما بشرطنا بتكون مضوية ونحن بكون إغدين كل يعني هالقعدة الموجودة نحن بتكون نحن الملوك فيها يعني إغدين كل سحبين هالطاقة كليتها وجيزبينها لألها طبعا ناتشوري كلود بيتحكي عن الجلو كيف مضوية بشدنا إنتو ندخلي لهذه الأسابيع وكابتوني ومبسطته بكيف كنت عم بخلط الخلطات يعني مثلا كيف بالبيرلي كريم قويت عليه عناصر حتى يتفيه فيتامين أ حتى يتفيه أكسرا كولاجين حتى يتفيه الوايتينينج يعني من لوكرش الكرميل اللي يصفي الوجه ويدوي الوجه يعني هالقعدة جلو أكتر وحتى يتلو عناصر من الزيوت الطبيعية مثل جنين الأمح خلطتن قدامكن بعده موجود عنا مخلوط جاهز هو غالي كتير وحتى منخلط هذي الكميات كفيتامين أ وفيتامين س كله يتون وحتى منخلطن بهذا الجار يعني من زيت على البر الموجود بقلبه كعناصر كولاجين بحرية قوية وهي يارونيك أسد بقلبه طبعا بيصير كتير سعره غالي مشانك تركتلكم ياه بيه 20 دولار واصل عندكم بدون تكلفة إضافية لا يدوو الوجه حتى وجهنا يكون مضوي مشع مشان هيك سمعوا مني روحوا على البر الكريم كتير قوي رجعت بخلال الأسبوع كمان عملت خلطة لا أعلم بحكي هذا الكلام عم بحكي هذا الكلام لأنه نحنا اليوم لازم بشرتنا تكون صافية البشرة لازم تكون نقي خالية من التجعيد مضوية كل العالم يعني أنتو بتعرفوك كل العالم بتقول نحنا لازم على العيد عنا بشرة مضوية وتم نقول بشرة مضوية بدنا نستعمل ببرودوية حقيقة نكون مركز كيف نخلي هذه بشرتنا تكون مشعة ما فينا نعمل تأشير معادي نلحق نعمل تأشير بدو تحضير يعني وطبعنا نقشر بشرتنا بدو تحضير لنقدر نحنا نبلش تأشير فيها بتصير فيها تواهج كتير اوي مشان هيك ما فينا اليوم معادي نلحق كمال هذه العياض نعمل تأشير وانا ما بنصح فيها Eric بعد العياد فينا نعمله طبعا بس ولكن قبل العياد ما فينا مشان هيك بنروح على البوطوكس البوطوكس كمان المخلوط بقلبه كمان خلت بقلبه عناصر كتير قوية الإلسين حطيت بقلبه الفيتامين أو حطيت بقلبه كوكونات أويل حطيت بقلبه كل العناصر الأساسية بتخلي تعبئة هذا الوج انتفاخ الخدود لازم يعني لازم نحن هذه الخدود لازم نعبيها وقتما نعبي هذه الخدود نسحب الوج كلياته نخلي الوج يطلع كلياته حتى الرأبي معه فيها تراهولات بترجع تطلع كلياته مش هيك بقلكون على البوتوكس البوتوكس هو الأهي من هيك عم تشوفوه قدينكم ودايما بحطوه قدينكم تاب 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 وفينا نعلي هيك وتاب تاب 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 قد ما فينا نحنا نعمل له تاب تاب لا يعبي وقتا بيعبي خلاص صار عنا وجه ممتلئ أو خدود ممتلئين أو شفيف مقلوبين ناتشرل أو على الفورهيد أو على هيد المنطقة إذا بدنا نعبيها فينا نعبيها أو على هيد اللاينات في عبيها بتقولولي شو الفرق بينك وبين الإبار الفرق الشيسة فيه إبري عم تفوت بوتوكس عم يفوت بقلب بشرتنا أوقات بيزيح أو أوقات بيروح أو أوقات بيصير عنده مشاكل بيرجعوا بيسحبو لكم بيرجعوا بيحقنو لكم بيرجعوا في عنده مشاكله البوتوكس من عندنا تشري كلوت لأنه هو ناتشرل معمول من حمد الهيارونيك يعني الهيارونيك أسد شغلته الأساسية هو امتلاء بشرتنا بالماء لأنه هيد عنصره الهيارونيك أسد بيخلي رتوبي تجمع كلياتها مشان هكي بعبيلنا وجهنا كلياته يمتلئ أو تمتلئ هيد البشرة كلياتها مشان هكي تسحب كلياتها بسرعنا بشرة يرحلو أما كريم الليل دي هو من الكافيار كريم كافيار كريم هو فيه 11 عنصر مثل ما دايماً أم بتحدث عنه شو 11 عنصر 11 إليمون 11 فيتامين 11 جزء من هيدي هالقرى الأرضية هالأورا كلياتها موجودين بهيد الكريم الأسود اللي عم تشوفوه هو الكافيار كان بحري ولا كان نباتي على بالطبيعة تبعيتنا الفق الأرض هيدا الكريم بيشتغل على تجعيد الغليظة بقلبة شرتنا وبشتغل على الرقبي كلياتها لأنه الرقبي بده شيء أساسي عنصر أساسي ليقدر يشده كلياته بهذه التراعولات وبعدين انتوا بتشوفو كيف بتكون نازل الرقبي بتكون بشعة مشانك لازم نشده منشده بالكافيار خلطت لكم الأمور ضيعتكم شوي صحيح ما ضيعت أنا عندي تريو اللي هني كريم دي جور كريم دي نوي مع البوتوكس اللي هني تريول بيزغلك عشر سنين هول إجباري بدي يكونوا عنا بالبيت إجباري غزاء يومي لبشرتنا كيف بناكل ومشرب كيف بيقول لك ناقصك فيتامين دي ناقصك فيتامين اي ناقصك حديد أنا ناقص كليتهم هول بيكونه ناقصي بي جسدنا بشرتنا مثل جسدنا هوي زيته بيكون ناقصه كولاجين ناقصه إلسين ناقصه هيرانيك أسد ناقصه تغذية قوية بيتامين سي هؤلاء كلاياتهم بشرتنا بتكون بديها يومية فنحن مجبورين من بعد السبع وعشرين سنة لازم نخلي بشرتنا تمتلئ بهذه الفيتامينات كلاياتها مش هيك إجبارة مش هيك عملت لكم هيها سعر كتير حلو تريو اللي بيزغرك عشر سنين بيخليك تتقلق بيخليك تضوي عطول وجك دوي بيدلوا عليك بالصابيع يغزى العين علي بيصيروا يسموا يغزى العين شو هالوج الحلو العليا يغزى العين ما بتكبر بشرتها بعضها مضيفة مرتبة لك انت بتطلعي بالمرية بتشوفي بشرتك مثل الدحاب بشرة ريئة حلوة صافية ما فيها شوائب ما فيها عيوب هيجي أهم شي عندنا تشرتك لوت صفاء البشرة طبعي مش هيك ما ضيعتكم كريم الدهب قلتلكون عليه كريم الدهب فيها نستعمله صبح وعشية فيها نستعمله كل يوم ما فيه أي إشكال ولا بالعكس هو بيساعد بس ولكن قلتلكون الدهب بيغيلي يعني عنده غلع فيه أشخاص عم يغضوه وعمستعمله كل يوم صبح وعشية عنده إمكانيات عم بحكي على الأشخاص اللي ما عندهم كتير إمكانيات وحبين دايما يعطو لحالهم بأي مجتمع كانوا يعني 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 كل العالم تلتفت لألة تروع على الدهب بتحطو وقت اللي يكون عندها هذي المناسبة كليتها طبعا تشوري كلاود كلهم قالولي أنه ما عندك ماكياج ما يقعب ما عندك أنا عملت على العيد علبة ماكياج يعني تلتفت تروع برو دوي فيكساتور هوي لتثبيت الماكياج يعني منحط الماكياج ومنرش عليه سبري بيثبت الماكياج هيدا عملته قيفت هيك للعيد عملت فيه بقلبه مشي غلوست روج بتحطو سيبت 24 ساعة اشربته ما بيعلم على الكبية ابدا بستو حدا ما بيعلم ما بيطبع ابدا بالعكس بيدل مركز مية بالمية شو ما أكلنا ما بيروح 24 ساعة ثابت معمول من زبدة الشي فيه بقلبه فيتامين يعني هو ناتشورل أنا عم بحكي هول تان يعني ناتشورل وفيه علبة الجلوس هني تروع برو دوي التلتي فيه الجلوس الجلوس هوي يعني لأ يعني هوي أنا عم بروع على شي اسمه نحنا الحواجب تابعنا كيف نحنا بنجمدها أوقات منمشطها بطريقة التمشي تابعها شو لازم نعمل شو لازم نعمل لنسبتها لازم دايما نحط لها مادة تجمدها تسبتها منمشطها وبتجمد عليها وماعد بنزيها مشين هيك هل ترواب برو دوي تبع الماكياجة أو الميك أب اللي عم تشوفوها قدامكم خلني أرجع حتى بإيدي هاي دي واصلة عندكم بـ 25 دولار عم تحكوا بأهم ترواب برو دوي كل ييتنا بحاجة لألة تواصلة عندكم بـ 25 دولار بدون أي تكلفة إضافية هاي دي عملناها للعيد سبيسيال عيد فطلبوها كمية كتير بسيطة بس عملتك رميلة تقولولي ليش ما بتعملنا شي بس كرميل عيد يكون ناتشرال يعطيني لون الروج الحلو لأنه بتعرفوا عيد كل ييتها ألوان حلوة بها تكون وفي لون بني إذا حبيته وفي كزا لون يعني بس ولكن الروج اللي هو أكتر شي نحنا نستعمله عليه هلا بدي انتقل للصحة للأمراض بدي انتقل للبداني انتو بتعرفوا كل أخصائيين تغذية اللي كانوا قبل مني وهال بيجوا البعض مني كلهم بيحكوا عن طريقة الأكل كيف فينا ناكل بالعيد كيف فينا نعمل كنترول لنخلي هالجسمنا ما يزيد أكل بالوقت زيته ما تكدس عنا أو نحنا بنقول لا خلا ناكل هالجمعتين اللي حقين نعمل دايت من بعد هالجمعتين انتو بتعرفوا كله يكون وقتا منزيد نحنا خليها هالجمعتين 3 كيلو 4 كيلو 50 كيلو اللي هن لنشيلون انتو بتعرفوا لاتشيلي كيلو تضلي وطالع ونزلي على الميزان بصير معك ديسك قد ما بتكوني طالع ونزلي وتضلي تتطلع لاتشوف إداءة عم تنزلي كم كم جرام مش كم كيلو جرام كم جرام بيروع عمرك لأنو انتو بتعرفوا أهيا شي نحنا ننصح أصعب شي بالكون شي وقي وقي مش عمقلي كيلو نتشرك لود لا يكون شو بتعملوا عليك أو خلال هيد الفترة تاخدوا الفاتعة تاك الفاتعة تاك شو ما يعملك ما يخليك تزيد هيدا يحطيها براسك بالأسبوع شو ما أكلتي رح ينزليك بين الكيلو واثنين كيلو شو ما أكلتي ليه؟ لأنه الفاتعة تاك شغلته هو أكيد أعشاب مثل ما قلت لكون هو هيرتز هو معمول من ست أنواع من أنواع الكافيين كان الكلب ولا جرين تي جرين كوفي جينجر هؤلاء كلها يتوا عناصر مشبع يعني أو قوية بالكافيين طبعا ناتشرك لود عم تقولها على العيد كل العالم اللي عندها طبعا ما أنا حبها تنصح كل العالم كل العالم تروح تجيب الفاتعة تاك على صحة السلامي تاخد قبل الوجب الأساسي بنصف ساعة رح تاكلي بس تاكلي كمية صغيرة وانتي مبسوطة رح تاكلي شوكولات رح تاكلي شوكولات بكمية بسيطة وانتي مبسوطة رح تروح على العشاء على العيد على الحبش العيد على الشو اسمه البش دونه شو ما كان رح تاكلي وراح تكوني مبسوطة ومرتاحة وتخبصي بكل شي بس بكمية بس ولكن الدهن كلها يتوا تبعك بد يروح بالقرين بد يروح بالنهي بد يروح بس ما عم تساهم بشي بزعجك هيدا اللي بدي وصلك قاله فاسمعوا مني بلشو فيه مليون قبل الوجب الأساسية وهيك بتكفل عيات كلياتها بالقليلة بتنزليك 2-3 كيلو بها خلال هالأسبوعين 4 كيلو خلال هالأسبوعين ما بتزيد لانه رح تخبصي اكل مشاك عم قليك هو لانه بشلك بين 2-3 كيلو بالأسبوع بس لانه بك تخبصه بدنا نخبص كلياتنا وشو ما عملنا بالقليلة ما منزيد بالقليلة مننقص ونحن منظل مبسوطين مرتاحين ناتشير لكلود بطبيعة الشغل تبعا عم تعملكم اوفريد دايما على الاعيات وحتى كل يوم وقبل الاعيات مش هيك انا رح انصح بشغلي دايما نحن منقول كرميل لنكون نحن بالمجتمع ببشرة مرتبة يعني دايما انا بيقولولي دايما بتحكي عن الكريش ومعارفة وكلام كأنك عم بتقلل بتقولوا لا انا كين عندي الكرش يعني الكرش كين موجود عندي ما كين موجود عن بحكي عنه انا اول ما طلعت على هيد الشيش الكريمي طلعت بكرش مش هيك كنت اقاف هيك لكم لكوا هيدا الكرش لان كين عندي كرش بس قلت من وقتها رح فرجيكم انه نحن ادرين هيدا الكرش نشيلوا هيد السموم ادرين نشيلها الامراض ادرين نشيلها انتو عارفين 70% من مجتمعنا صار السكري عندو ليش ما نسأل حالنا ليش هالسكري موجود ليش هالسكري عم بي عم 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 يكلنا اكل ليش لانه نحن جماعة غير منتظمين بنوعية الاكل تبعنا مش هيك ما تشريك لوت بي ترجع تروع على الفاتحة تحق وترجعت ألكون عليه بدي اتخلص بالامراض طبعا بدي اتخلص من هيدا الكرش اللي ديلقة كرش ديلقة كرش كرش بشعة هي متخزن كل الامراض طبعا هي اللي بتخليني ما اتنفس هي اللي بتخليني ما اطلع الدرج تكون تعبين هي اللي بتخليني إنزل من السيار وعن بالهود كل سوا هي اللي بتخليني تعبين هي اللي بتخليني وقتها بدي قوم بدي قسمه تحالي 3-4 سندات لأي قدر قوم ليش ليش بدي وصل لهون ليه ليه ما ببلش متمأنة باللشد حقيقة ببلش منتظم صح كفي صح حياتي بالقليل ما بفوت على أمراض السكري بالقليل بحس حالي أو حياتي طبيعية نورمال هي تنظيم عمليتنا مننظم حياتنا مش هيك بتقولولي الأوروبية لاش لاش هني هيك بتحس أجسامهم حلوة أجسامهم مرتبة أجسامهم كل شي نظمين أمورهم ما بيكلوا رغيفان خبز على الوقع ما بيحطوا صحا ست ملاي فيه بيضلوا يكلوا حتى بدون وعي حتى بآخر شي ما يقدروا يقوموا عن الكرسي تبعهم عن غداهم أو عن عشاهم فيه تنظيم أنا ما عندي شهية من يقدر صحيح وهي أغنى مائدي شو الشحادين هول تبع أوروبا بيحطوا لي صحن هالأدي وبيحطوا لي عارف ايش وبيحطوا لي أنجا ما بيطعوا ما بيطعموا لي البابي تبعي صحيح مضبوط كلام نحنا كليتنا منقوله صحيح طيب إذا نحنا هالمائدي عنا قوية وهالأكل عنا دسم إلا ما هونيليك شو بدي ساعة حالي بدي يكون عندي فاتحة تاك قبل الواجب الأساسية بنصف ساعة بريح حالي بخلي جسمين ميز هالدهون كليتهم ما دي يخدها الجسم طبعي بتروح بالأورين كليته هون بكون عم منظم الحيات طبعي أنا بدي أتمنى لكم أعياد مجيدة وبتمنى لكم دايما بتكونوا مرتحين ما تنسوا اللي كنت عم بحكي عنه اللي طلبتوا مني هو الماكياج كليتي برو دوي متما قلت لكم بألوان حلوية كتير واصلة عندكم بـ 25 دولار بدون أي تكلفة إضافية بل شو من هلأ وكميتها محدودة لأنه لجبت زبطة الشي ولجبت الألوان وكل شي نعتشرها للطبيعي بتاخد معي وقت بدي ألكوني نعاد عليكم ويعتيكم ألف عافية